أعزائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي إليكم حل تدريب موضوع الرفق بالحيوان اقرأ السؤال ثم اكمل الجواب نقرأ السؤال ونكمل الجواب من موضوع الدرس أولا ماذا قال الإمام علي عليه السلام للغلام ولماذا هنا عندي هذا السؤال من شطرين الأول أنه ماذا قال الإمام علي للغلام بعدين لماذا يعني ليش قال له هذا الكلام خلينا نقرأ قال له ارحم نعم دابتك ارحم دابتك ارحم دابتك ما معنى داب نعم يعني الحيوان دابتك يا نعم يا بني احنا نكتب بني لأن اليوم مكتوبة احنا نكتب بس بني ارحم دابتك يا بني ارحم دابتك يا بني ازين هنا يسأل ولماذا ليش هيش قل للإمام علي ارحم دابتك يا بني لأنه لأنه ضرب حماره بـ نعم بالعصى العصى نعم حتى ساله نعم دامه من اذني 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 نشوف السؤال الثاني ما الآية الكريمة التي قرأها الإمام علي عليه السلام نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما من نعم دابت نكتب هنا بالفراغ دابت وما من دابت وما من دابت في الأرض ولا نعم طائرين نعم نكتب طائرين نعم الكرس نكسر طائرين يطير بجناحيه إلا أمم نعم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فيه الكتاب الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم ثم إلى ربهم يحشرون نعم ربهم يحشرون نعم هذا التدريب للسؤال الثاني هس نشوف سنشوف السؤال الثالث ماذا فعل الغلام عندما سمع قول الله تعالى نعم ندم الغلام وأخذ وأخذ يبكي نعم أخذ يبكي ندم الغلام وأخذ يبكي ويقول ماذا قال أستغفر الله أستغفر الله مرة ثانية أيضا قال أستغفر الله مرة ثانية أيضا قال أستغفر الله أستغفر الله سامحني يا رب نعم سامحني يا رب نعم وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته